صباح الخير يا هايدي أسعد صباحك يا رشا كيفي؟ تمام أنت منيحة تمام الحمد لله إن شاء الله دوم يا هايدي تكون أيامك حلوة إليك وعائفك ولكلحدة محب بحياتك وصباح الخير لك المشاهدية الإخبارية السورية يوم جديد وبداية جديدة وبداية أسبوع جديد ودائما أمنياتنا لألكم ولأننا وحدة تكون جميع البدايات في حياتنا خير علينا تحمل لأنك الصحة وكل الغفران وجبران الخاضر ودائما نكون حولينا الناس اللي منحبهم بحياتنا الناس الإيجابيين دائما مشوار من الصباح يبلش معكم وكالعدي طفنا من المجالات مختلفة وأكيد أخبار أهلنا بالمحافظات السورية ضمن التقارير ودائما وأبدا نقول الرحمة لكل شهداء سوريا ولشهداء غزة والشفاء العاجل للجرحة وأكيد كل التحية لأبطال المقاومة في غزة ولأبطال الجيش العربي السوري يسعى صباحك يسعى صباحك من الجديد يا راشا وأكيد صباح الأكبر للكم مشاهدينا من وين ما كنتوا عمد تابعونا بيوم جديد وأسبوع جديد وكمان شهر جديد إن شاء الله يكون هذا الشهر يحملكم كل الخير والصحة والرزاق وراحة البال ويكون أفضل من الشهور اللي مرأت علينا أكيد ده محطاتنا العديدة لليوم ما ومتنوعة رح تكون اجتماعية وقانونية ولكن مثل العادة مشاهدينا فاصل صغير ومنبلش وقبل ما نروح لنستقبل ولاطنوفنا ونشوف أول تقاريرنا بحلتنا لليوم ذاكرة الأيام والتواريخ المهمة بحياتنا خلونا نشوفها ضمن حكاية يوم اليوم نين كانون الأول كثير من الأحداث بتمر بتاريخ هذا اليوم قراءة سريعة لذاكرة الأيام بمثل هاليوم من عام 1925 بناتو موسوليني يتبنى الفاشية في إيطاليا لتحل محل الديمقراطية بعام 1956 فيدل كاسترو يصل إلى كوبا على متن قارب بعد حوالي عام قضاه في المنفى بين المكسيك والولايات المتحدة بعام 2015 مارك زوكربيرغ مؤسس فيسبوك وزوجته بيرسيليا تشان يعلن أن تبرعهما بنسبة 99% من ثروتهما لصالح الأعمال الخيرية بعد أن رزقها بمولود من الشخصيات يلي أبصرت النور بمثل هاليوم من عام 1885 جورج مينوت طبيب أمريكي وحاصل على جائزة نوبل بالطب لعام 1934 وبعام 1930 غاري بيكر اقتصادي أمريكي وحاصل على جائزة نوبل في العلوم الاقتصادية لعام 1992 من الشخصيات يلي غيب الموت عن عالمنا بمثل هاليوم من عام 1987 لويس لولوار عالم كيمياء حيوية أرجنتيني وحاصل على جائزة نوبل في الكيمياء بعام 1970 وأكيد قبل ما نبدأ أولى فقراتنا ونستقبل أولى ديوفنا لليوم خلونا نروح مباشرة لأولى تقاريرنا مع وسط حضور طلابي وأكاديمي لقاء حواري وتفاعلي مع الأديبة السورية نيسة عبود بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بجامعة تشريم باللادئية لتسليط الضوء على تجربة الفكرية الغنية خلونا نتابع سوى مشاهدين تفاصيل بالمادة التالية وسط حضور طلابي وأكاديمي لقاء حواري تفاعلي مع الأديبة السورية أنيسة عبود في كلية الأداب والعلوم الإنسانية في جامعة تشرين باللذقية لتسليط الضوء على تجربتها الفكرية الغنية كان لشرف الحوار والمحاورة والإجابة على أسئلة هامة وعميقة من الناس المتخصصين ومتميزين شيء مهم أن يلتقي الكاتب مع القارئ ومع الناقد ومع الأساتيزي المختصين ليعرف انعكاسات ما يبدعه انعكاسات ما ينشره وما يتركه من أثر في ذاكرة المتلقي يأتي هذا اللقاء مع الأديبة أنيسة عبود في إطار خطة الأنشطة الثقافية التي يقيمها قسم اللغة العربية في جامعة تشرين كان اللقاء غنيا ثريا معرفة الأديب ثقافة بحد ذاتها نحن عندما نتعرف على حياة أرنست همينغواء مثلا نشعر أننا ازددنا ثقافة فإذا كان الأديب بيننا وعرفناه على وجه الحقيقة هذا يعني ثقافة أعمق وأكثر وضوحا هي مرآة عن المرأة الأديبة الجادة التي تنامس يعني هموم وقضايا قضايا إنساني كبيرة يعاني منه هذا الشرق وهذا العالم اللي نحن في داخله في تخلفه في تأخري قهره ومعاناته كنت يعني تواقل أن أحضر ما صار من حوار لكن يعني أخذت خلاصة إنها يعني أديبة تستحق الحضور وتستحق أن تقرأ السيدة أنيسة عبود الروائية والشاعرة والباحثة والمزيع التي عرفناها في كل الميادين الإعلامية والأدبية كانت حاضرة اليوم بقوة وجمال وبهاء في قسم اللغة العربية كانت روايتها النعنع البري إحدى المحطات البارزة التي جعلت القارئ يتلمس ذلك الحس الوطني والحس الاجتماعي الجميل لديها أيضا ساحة مريام وروايات أخرى هي قامة سورية ومسيرة عطاء تغني المكتبة الفكرية والأدبية لأعمال خالدة أنيسة عبود نموذج يقدم الشعرة والفكرة والأدب بأسلوب خاص ومتفرد وأولى فقاراتنا لليوم هنروح فيها لنحكي أكثر ونضوي على مؤتمر كوب 28 ونرمز بأحرف كوب إلى الأحرف الأولى من مؤتمر الأطراف وبنعني بكلمة الأطراف هي الدول والبلدان اللي وقعت على اتفاقية الأمم المتحدة للمناخ طبعا أمس يا عايد نهار الخميس استضافة الإمارات مؤتمر كوب 28 في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشعن تغيير المناخ طبعا هذا المؤتمر بيهدف لتسريع وتيرة الانتقال لطاقات النظيفة أكيد وكمان بيهدف المؤتمر لتوحيد الجهود العالمية وتحديد فرص التعامل لإيجاد حلول للتحديات المناخية وبيشهد كوب 28 أول تقييم عالمي لتحديد مدى التقدم بتنفيذ خطط العمل المناخي لمواجهة الاحتباس الحراري ورح يكون فرصة لتعزيز العمل المناخي لضمان مستقبل مستدام لنحكي أكثر مشاهدين على الموضوع بسعدنا أن تكون معنا لليوم الباحث الاقتصادية والخبيرة بالتنمية المستدامة ريمة طليعي سعد صباحك أهلا وسهلا فيك ريمة صباح الخير سعد صباحك كيف فيك اليوم؟ تمام شكرا نحن بخطوة جدا مهمة اليوم بدأ مؤتمر كوب 28 اليوم خلينا نحكي بشكل عام عن أهمية هذا المؤتمر والهدف منه واليوم سوريا هي من الدول المشاركة ضمن هذا المؤتمر وأكيد في أهمية لهي المشاركة أكيد سوريا تشارك في المؤتمر كوب 28 من خلال وفد الجمهورية العربية السورية ويترأس هذا الوفد السيد رئيس مجلس الوزراء السيد حسين عرنوس طبعا تأتي أهمية مشاركة سوريا في هذا المؤتمر من خلال نقطتين أساسيتين أولهما أن سوريا هي مشاركة وعضو في العديد من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية المناخ عام 2007 وأيضا اتفاق باريس ولاحظنا نحن في سوريا أن هذا بدأ جليا منذ عام 2007 وحتى تاريخ 2010 بدأ جليا على التطور الواضح في الاقتصاد السوري ولسيما قطاع الزراعة مما لذلك من مساهمة في تخفيف انبعاثات هنا أكسيد الكربون نظر لأنه الغطاء النباتي يساهم في امتصاص الغازات الناجمة عن الصناعات والحروب أيضا ما رح ننسى يعني انبعاثات ناتجة عن حروب التي يتعرض لها العالم على وجه العمومة سوريا على وجهها الخصوص طبعا بدأت سوريا بالعمل الجدي لحماية المناخ ويهمها هذا الأمر كما كل دول العالم منذ عام 2007 بالعديد من المشاريع بخطة ثابتة وقوية ولاحظنا النمو الاقتصادي أنا ذاك إلا أن الحرب على سوريا يعني خربت ما خربت ودمرت ما دمرت وما يعني بقي من هذه المشاريع وتم أيضا استحداث مشاريع جديدة لعمل ضمن هذه المنظومة وفق السياق العالمي إلا أن الحرب يعني تحد من الإسراء بعمل هذه المشاريع هذه النقطة الأولى من أهمية مشاركة سوريا أما النقطة الثانية تأتي ضمن أنه عندما تحول العالم إلى منظومة التنمية المستدامة واخر القرن العشرين وبدأ بالتنفيذ العملي والفعلي مطلع القرن الواحد والعشرين من خلال التوجه إلى الاقتصاد الأخضر لحماية المناخ وتخفيف الانبعاثات تعهدت الدول المتقدمة بدعم وتمويل دول العالم الثالث والدول النامية والدول الفقيرة وطبعا النقطة الثانية تأتي بمطالبة يعني الوفد السوري انصح التعبير بحق السوريين إسوة بباقي الشعوب بهذا الدعم والتمويل الذي تعهدت الدول المتقدمة بتقديمه إلى الدول النامية ودول العالم الثالث والدول الفقيرة والتي تتعرض للحروب هذا باختصار شديد تمام استاذ ريمة يعني سوريا هي من الدول الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة وبدأت هاي الأثار تظهر بوضوح بمناخ المنطقة من حرائق من عواصف من جفاف وتغير أيضا من مواعيد الروزنامر الزراعية هذا الأمر يمكن بيخلي قدرتنا على تأمين الغذاء والمياه أكثر صعوبة خلينا نحكي شو مسؤولية اليوم المجتمع المحلي والدولي كمون تمام هلأ عم تحكي متل ما تفضلتي عن الاحتباس الحراري وارتفاع درجات الحرارة طبعا أنا ذكرت بالبداية أنه سوريا يعني وقعت ضمن اتفاق باريس والذي يعنى بالاحتباس الحراري لتخفيض درجة الحرارة يعني الدول العالم مجتمعة تفساهم في يعني بخطوات معينة ضمن منظومة يعني حماية المناخ لأجل تخفيض درجات الحرارة الناتجة عن الاحتباس الحراري طبعا سوريا عضو بهذه الاتفاقية والتي يسعى العالم يعني كل العالم لأجل الوصول إلى ما يسمى بالحياض الصفري ماذا يعني الحياض الصفري الحياض الصفري يعني كل دولة تعنا بغطاء نباتي انصح التعبير موازي أو يحقق نسبة امتصاص انبعاثات غاز ثناء اكسيد الكربون مساوية للغازات الناجمة عن الصناعات التي تقوم بها هذه الدولة يعني نحن عما يطلع تقاطع بين انبعاثات والخطوات التي تحمي المدن يعني التقاطع يساوي صفر هنا تأتي مسئولية المجتمع المحلي علينا جميعا دون استثناء أطفال نساء شباب مستثمرين رجال أعمال أصحاب مشهرية فلاحين مزارين دون استثناء الزراعة كل يوم كل أسبوع نضع برنامج نحن المجتمع المحلي لزراعة الأشجار نظرا لأن الغطاء النباتي هو الذي يحمي من انبعاثات غاز هناك أكسيد الكربون وهذا يعني أضعف الإيمان بالنسبة لسوريا لسيما وأننا نعاني يعني منعكسات الحرب الدولية والإرهابية على السوريا أما المجتمع الدولي ما هي مهام المجتمع الدولي ومسؤولية المجتمع الدولي تأتي هنا مسؤوليته بالتزام بالتعهدات بدعم وتمويل الدول النامية والدول التي تتعرض للحروب والدول الفقيرة لأجل أن تساعدها في أن تخطو خطوات متسارعة لأجل التوصل إلى الحياد الصفري والتي تسعى إليه كل الدول هذا يعني كهدف أول للمجتمع الدولي يعني عليه أن يقوم بفعله وأيضا خطوات جدية لإنهاء الحروب الاحتلال هو أكبر مسبب لإنبعاثات الغازات في الجو والتي تسيق إلى البيئة وأيضا عندما تتضرر البيئة ويعني بكل مكوناتها أيضا ينعكس ذلك على صحة الإنسان خلينا نرجع ستريمة شوي لكوب 27 لمؤتمر 27 بهذا المؤتمر نقول كانت مرحلة من وضع الأفكار والتخطيط لكوب 28 برأيك ومن خلال تجربتك وعملك خلينا نعرف من حضرتك اليوم ممكن نشهد نحن بكوب 28 أنه هاي القرارات تبصر الضو ويكون في التزام من الدول بهذه القرارات والليوم برأيك شو أهم الصعوبات اللي ممكن نشهد المؤتمر الصعوبات بالتوجه يعني لأخلينا يعني محمد حضرتك تفضلتي أنه لخطة تنفيذية بمجال المناخ أنا من منبر القناة بدي وجه سؤال للعالم كلون إذا تحدثنا عن الخطوات التنفيذية لكوب 28 ماذا عن الولايات متحدة الأمريكية التي تنهب وتسرق البترول في الشمال السوري وأيضا السيطرة على سلة سوريا الغذائية أيضا في الشمال السوري ناهيكي عن يعني لن أتحدث بتفاصيل أخرى بباقي الأماكن بسوريا طالما أن الدول جمعة اجتمعت على أنه نحن نحافظ على المناخ لماذا دولة عظمى باقتصادها كالولايات المتحدة الأمريكية لا تزال حتى اليوم تسرق أو تنهب البترول أو الوقود الأحفوري من الشمال السوري هنا لابد من المجتمع الدولي أن يتوجه بخطة جدية ليست فقط اقتصادية وإنما أيضا سياسية لإيجاد حلول لإحتلال أي دولة في العالم لدولة أخرى على وجه العموم والإحتلال التي تعرضت له سوريا على وجه الخصوص هذا يعني بالدرجة الأولى أما إذا ما تحدثنا عن خطوات جدية لدول فعلا هنا يوجد خطوات جدية أن اعتباعة العديد من أوراق العمل للدول العربية وأيضا حتى سوريا يعني دليل البيئة صدر قبل أن يذهب الوفد الوزاري إلى كوب 28 صدر دليل البيئة ويعني تم تحميله على مواقع تواصل كافة بإمكان أي مواطن سوري أو من خارج سوريا أن يرى دليل البيئة فيه بالتفصيل المملمة تعرضت له من عمليات تخريب وتدمير لبنى تحتية وأيضا من مشاريع لا تزال قائمة حتى اليوم تسعى الحكومة جاهدة للعمل بها وتطويرها وتنميتها رغم الإمكانيات البسيطة طيب خلينا نحكي المكونات البصرية طبعا أنا بسعطة عفوا بدي أتشكر يعني دولة الإمارات العربية المتحدة يلي عم تستضيف كوب 28 وأيضا كمان أعلنت يعني كخطوات جدية تنفيذية بكوب 28 أعلنت عن صندوق حلول مناخية منذ السعارة الأولى للمؤتمر وأيضا كان فيه مبادرة كتير حلوية يلي هي غرس الإمارات طبعا هي ضمن خطة الإمارات بزراعة مليون شجرة واللي بيساهم فيها كل المجتمع في الإمارات حكومي وخاص وقطاع ثالث أيضا هي قدمت يعني كنوع من الهدية المعنوية لكل زائر في هذا المؤتمر عشر غراس يعني كحافظ لتنجيع على الزراع هلأ هي بالإمارات يعني خلينا نعتبرها كشي معنوي يعني تحفيظ أنه كل زائر يحمل هذه الزكرة الحلوية وينفذها ببلده يعني أعتقد هذا هو المقصد من هذه الهدية خطوة جدا وخطوة جدا جميلة وراء أكيد إذن هلما نحكي عن المكونات البصرية للشعار تسليط الضوء على العلاقة بين الإنسان والطبيعة والتكنولوجيا والابتكار طيب كيف نحن اليوم ممكن نفعل هذه العناصر بإعمار سوريا تمام الإنسانية هي عنصر جدا هام إذا بلن نحكي نحن هلا بي هذه العناصر فقط عن سوريا رح أحكي الإنسانية هي عنصر أو شعور جدا هام حتى نتماسك أكتار نتكاتف أكتار نتصالح نتسامح نرجع نعمل إيد وحدة كل المساحات السورية بكل محافظاتها وكل أريافة حتى نحافظ على سوريا واحدة موحدة ونعيد بناءها مو متل مكانت بالألفين وعشر لا كمان أحسن وفق هذه الخطوات الحديثة التي يتجه إليها العالم هذا بنسبة الإنسانية بنسبة للطبيعة أنا أكتد دائما أنه صحتنا نحن من صحة الطبيعة وصحة الطبيعة من وعينا نحن بالتعامل مع الطبيعة وواجبنا تجاهها اليوم بأضعف الإيمان وضمن هذه الظروف الصعبة التي نعيشها أنه نزرعها يعني من خلي مساحة غير مزرعة لسيما أنه بعض الدول توجهت ل الغطاء الأخضر لكل حتى البرندات بالبيوت الصغيرة والأبنية كانت واجهاتها كلها خضرة أما موضوع نحن بالترتيب نحافظ عليهم الإنسانية الطبيعة والتكنولوجيا اليوم الشباب هم خير من يعمل بالتكنولوجيا وينفذ الخطوات الحديثة العالمية ببصمة سورية بواسطة التكنولوجيا حتى نحصل على إنتاجية أعلى يأتي الإبتكار إبتكار دائما هو الأداة التي تجعلنا نفعل هذا المزيج الذي هو الإنسانية والطبيعة والتكنولوجيا حتى نحن نصنع تقدم ببصمة سورية يعني كل دولة حسب ظروفها حسب خصوصيتها حسب الصعوبات التي تتواجهها حسب مواردها إذا كانت متوفرة كثيرا أو غير متوفرة متاحة أو غير متاحة والموارد طبعا هي موارد البشرية وموارد مادية كل هذا يشكل مزيج وعناصر ممكن نحن من خلال الإبتكار ودعم الإبداع والإبتكار من خلال هذه العناصر نبتكر حلول ل يعني يكون عنا سوريا غير وبدءا من اليوم ريمة خلينا نروح شوي للجمعيات الخيرية وأي جهة خلينا أهلية مهتمة بالنظام البيئي والموازني البيئي واليوم نحن نرى تجارب في سوريا أيضا تروح لألف غرسة ونرى جمعيات خيرية دائما نتعود على الدعم المادي على الدعم السلة الغذائية ولكن هذه الجمعية مختصة بالغرس بدعم الغطاء النباتي اليوم ما أهمت مشاركة هذه الجمعيات ضمن مؤتمر أطراف طبعا هذه الجمعيات مشاركة جدا هامة تدل على الفكر الراقي والفكر الإنساني والفكر التي يعني يواكب كل التطورات التي من شأنها حماية البيئة والمناخ والارتقاء بسوريا نحو الأفضل يعني هيك جمعيات هي تعتبر جمعيات صديقة للبيئة وتمثل سوريا أيضا في المجتمع العالمي وأندل على شيء إنما هو يدل على رقي السوري وتجدد السوري دائما أينما كان وأينما وجد خلينا نحكي عن أهمية الاقتصاد البيئي أو الاقتصاد الأخضر للحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية اللي ممكن تهدد للمستقبل الاقتصاد الأخضر هو توجه عالمي بسعم الاقتصاد الأخضر بتخفيف انبعاثات ثاني أبسيد الكربون والغازات وأيضا يؤدي الوصول إلى الحياض الصفري يعني نحن اليوم بسوريا إذا منشتغل كلنا إيد وحدة حتى يكون في عنا كل الأراضي مغطاة وخضراء نحن وفي ظل انخفاض الصناعة بسبب هذه الحرب على سوريا ربما نستطيع أنا لن أجزم ربما نستطيع الوصول إلى الحياض الصفري الحياض الصفري اليوم كل الدول تسعى للتوصل إليه لأنه معيار وأساس لتقدم الدولة بالرغم من حجم الدمار الهائل الذي سببه الإرهاب وما تسببه أيضا هذه الحرب على سوريا وأيضا الدول المجاورة يعني لا ننسى نحن فلسطين وما يحدث في لبنان كل هذه الانبعاثات تؤثر على المنطقة على حد سوى علما أنه حقيقة المسؤول الأساسي عن انبعاثات تنائف في الكربون وتلوث الجو هو الدول التي تملك الصناعات الكبرى والعظمة الوطن العربي هو مسؤول بنسبة يعني تقريبا 5% عن انبعاثات ثاني أكسير الكربون وتلوث الطبيعة إلا أنه المنطقة الأكثر تضررا من تغيرات المناخ والانبعاثات الغازات في الأجواء طبعا نحن نأكد بموضوع الاقتصاد الأخضر يعني على كل الدول أنه تلتزم بوعودها وتعهداتها للدول النامية والدول العالم الثالث بأنه هي تدعمها وتمول وتمول يعني تمول مشاريعهم لأنه المسؤولة الأكبر عن هذا هي الدول ذات الصناعات الكبرى والتي تنفذ الحروب والاحتلال ستريما بالدقيقة الأخيرة خلينا نروح نشوف نحن دائما في أهمية لزيادة الوعي والثقافة بتعريف بالنظام البي بالمناخ واليوم قديمهم نحن نعرف كيف نحافظ عليه حسب دراسات نحن مقبلين على صيف 2024 يعني العالم ما شهدته بالحرارة حسب دراسات العالم بسبب الاحتباس الحراري خلينا نحكي اليوم أهمية التوعية وأهمية الكورسات للناس اليوم للحفاظ على هذا النظام البيئي نحن نشهد كثير بمجال التدريب في سوريا في نشاط بمجال التنمية بمجال الإدارة الاقتصاد لكن بالمجال البيئي والاقتصاد الأخضر أنا بتشكرك على هاي السؤال وهي اللفته نحن ما نشهد كثير دورات تدريبية وكورسات بمجال تنمية الاقتصاد الأخضر والبيئة علما أن الاقتصاد الأخضر يعني كثير فيه مشاريع ممكن أنه يساهم فيها القطاع الثالث أنا يمكن ذكرت كمان بحلقة على الأخبارية السورية الأسبوع الماضي حكينا أنه عنا كثير مشاريع مثل يعني مثلا الفنادق الخضراء الفنادق الريفية السياحة البيئية أيضا الزراعة التي يمكن تنفذها جمعيات كثير هذه القصص اليوم بحاجة أنه تتوجه الجمعيات للتدريب على هذا الموضوع أيضا وسائل الإعلام يعني إعلامنا السوري يجب تماما يوجه جزء كثير كبير من إعلامنا باتجاه المجتمع المحلي لأنه هو دور كثير كبير بهذا الموضوع حتى الأرماط الطرقية حتى التوعية بالمدارس كمان التدريب مثل ما أنت تفضلتي اليوم وزاوية كثير مهمة لتساعد سوريا مجتمع بكل مكوناتها تكون عادي اليوم ستريمة هاي القصة وانتلأي شيء بحياتنا يعني تماما أنه تكون عادي هاي القصص بحياتنا لأنه هي توجه للمستقبل نحنا اليوم إذا سيارات تستخدم الوقود الأحفوري تستخدم البنزين والعديد من هذه الأمثلة لها لازم نبدأ نتهيأ إن شاء الله أكيد يعني معلومات جدا مهمة بناتشكرك كثير الباحث الاقتصادية والخبيرة بالتنمية المستدامة ريمة طليع أهلا وسهلا فيك أهلا حبيبك شكرا للك ستريمة وان شاء الله هكي منشوف كوب 28 يبصر الضوء بالقرارات والتتزامات للدول شكرا لحضرتك أما نحن مشاهدين نتكملين معكم ورحنا نتقل مباشرتين لنتعرف على أحوال التقص خصوصا يا راشم كم بالفترة الماضية نلاحظ بارتفاع كبير بدرجات الحرارة أكيد دائما نحن نشعر أنه نحن نتحمل الطقص والمناخ كما كنا نحكي بالفقرة الأولى عن المناخ وأهمية ارتفاع الحرارة نشهدها نحن لهلاء يعني بالعادة مثل هذا الوقت تكون الناس مركبة التدفئة والصوبيات فالناس كثير اليوم لهلاء يعني 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 ماشر حاسب في قدر رباني اليوم الدخل للقصاص هلولنا نعرف أكتر كيف سيكون طقصنا لليوم لليوم ولبقية الأسبوع القادم وأكيد المتنبئة الجوية التي تعودنا كل نهار نعرف أنه تفاصيل أكتر حسان الجردي صار معنا عبر اتصال هاتف ساعة صباحك أستاذ صباح 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 أهلا أهلا سهلا تفضل بالنسبة لخالة الصغرص في 24 ساعة القادمة والخالة الصغرص في المتنبئة هو البلاد تتأثر بانتداد مرتفع جو الصفحي عن ترافق بتيارات شمالية غرنية بطبقات الزور الزور بشكل عام نحن بالزل الأخير من قصة الخريف لأجواء خلال ساعات النهار عم تكون مفلسة بين الصحر والغائم جسيا أجواء خريفية معتدلة في موظم المناطق التغير عم يكون بدرجات الحرارة درجات الحرارة مثل ما ذكرنا من قبل عم توالي ارتفاعها التدريجي لتطلح على من معدلات في هذه نحو ثمين لأربعة درجات قوية بشكل عام الأجواء الخريفية المعتدلة هي سيدة موكر خلال اليومين القادمين بين الصحر والغائم جسيا بشكل عام لكن عم يكون في فرق ما بين الليل وبين المنهار خلال ساعة الليل عم تكون الأجواء بشكل عام بارد بموظم المناطق وخاصة من المستفعات الجبلية كما يحذر من تشكل الضباب ثلاث ساعات الليل والصباح الباكر في المنطقة الوسطى والقلمون والجزيرة وأجزاء من المنطقة الشرطية والجزيرة عم تكون شرقية إلى الشمالية الشرطية بأغلب المناطق بينما تكون شمالية غربية في المناطق الشرطية والجزيرة بين الشخصية والمعتدلة والبحر خصيص ارتفاع الموز ودرجة حرارة مياه البحر 28 درجة مياوية هلأ لنهار بكرة في ارتفاع بدرجات الحرارة بصمانها الارتفاع الكبير بدل الحرارات أعلى من المعدل من 2 ل4 درجات مياوية الأجوار يستخدم أجواء الباردة نسيا في شعيد الموقف بالليل مع احتمال تشكل الطبع استمر معنا هذه الأجواء حتى منتصفين الأسبوع بخوتي عنها تغيير من الأجواء إلى غائد أحيانا التي تكون بخصمهية بإذن الله في هطل سخرات من المطر بالمنطقة الساحلية والاجتماعية الغربية يومي الثلاثة والأردعاء لإذن الأغلب بالقراطق والفطولات والفطولة ومسخبير العواصف العادية وحبات البرد يتعب خاصة من المنطقة الساحلية والاجتماعية الغربية في انخفاض على جنزات الحرارة يومي الثلاثة والأردعاء في متحول معدلات أو أدت معدلات بقليل المتحيد الأجتماعية يعني كيف تتأثر بمتحضة المتحضة الفطولة الفطولة منتحض في دل السور ببلش ثلاث ساعات ليل يوم الاثنين الساحل السوري بيستمر ليومين من السلاثة والأردعاء بفعالية تكون متوسطة إلى جيد الساحل السوري يؤدي الهطولات مطرية بفرزيرة مصطوبة العواصق الرائدية بالسماء الغربي بالمنطقة الساحلية فالهطولات يوم السلاثة عامة وشاملة بأقرب المناطق يجوع بيكون غائمة ماطرة على فترات بمختلف المناطق من السلاثة وفرصة الهطول الأرعاء بكل جيدة هذا الخميس نهاية سيدة الأسبوع الحرار رب يضل بارد نهاية سيدة الأسبوع بأغلب المناطق متقصد تشكل الضوضة هتكون ببعض المناطق الداخلية خلال ساعات الليل وصباح الباك يعني التغيرات عم يكون منتصف حين الأسبوع بداية الأسبوع عم يكون أجواء خريفية معتدة لحرارة أعلى من معدلاتها منتصف الأسبوع أجواء عم يكون غائمة ماطرة بعد حفاظ وحرارة حول المعدل أود بغل ترجع الأسبوع تستقر نهاية إلى مدرجات الحرارة المتوقعة بأن العاصمة المناطق لليوم 21 2 القني 28 22 22 23 13 13 درعو 21 21 ومنطقة وسط حمص حماق 12 4 منطقة الجزيرة ومسط الحساك 12 3 ساحة السوري الأدية 23 23 18 18 19 19 20 ومنطقة الشرقية للزورة المتقل بقى 14 21 22 22 23 24 24 نعم أستاذ حسان الجوردي بنا تشكرك لكل المعلومات التي ذكرتها ودائما نقول بردا وسلاما على سوريا الحبيبة والله يبعد الأمطار الخير لأرواحنا ولأنفسنا وأكيد لأراضي الزراعي اليوم نحنا أكيد بحاجة الأمطار كرمال الموسم وأكيد هايدي نحن مكفعين ببقى فقراتنا الصباح وصلنا لفقرة خلينا نقول عنها تربوية إنسانية اجتماعية أكيد يا رشا وسلام معكم مشاهدين على فقرتنا الاجتماعية ويعني الثالث من ديسمبر يعني بكرة بصدف اليوم العالمي لذوي الإعاقة بهذا اليوم انضمت منظمة الصحة العالمية لشركاء أهل الاحتفال تحت شعار يوم للجميع ويلي بياكوس فهم ووعي متزايد بأن الإعاقة جزء من حالة الإنسان يا رشا أكيد يا هادي اليوم نحن نروح بالخطوات الإيجابية لدمج هذول الأشخاص في المجتمع اليوم هنا المفروض يكونوا جزء شريك في المجتمع وليس عالي على المجتمع شفنا كثير من تجارب الوزارات التي راحت لدمج وعطاء الفرص لتنفيذ وظائف ضمن الوزارات ونجح حتى لو لم يكن نجاح 100% ولكن أثبت أن هذول الأشخاص يتميز بمواهب معينة يكون عندهم فكر متميز يميز عن أشخاص كثير وشفناهم ضمن تجارب المطاعم وأيضا نجح نجح نسبة النجاح تكون بالنسبة لقدراتهم الفكرية جدا ممتازة نحن نضوّع لهذه الفكرة مثل ما يكون جزء مشارك بالمجتمع وليس عالي سنحكي أكثر عن أهمية هذا اليوم كيف نحن نتعامل معهم وكيف نحن ننهج ضمن المجتمع وظيفتنا لليوم هي الأخصائية التربوية وليس ساعد صباحك حكست وليس يساعد صباحك صباح جميع المتابعين الحمد لله كيف 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 نحن يساعد صباحك بداية نحكي عن أطفال الحب اليوم نتعرف من هن أشخاص ذوي الإعاقة بالبداية أنا أفضل مصطلح ذوي الاحتياجات الخاصة فمن هون تجي تعريف الواضح والبسيط لحتى كل الساد اللي يحترون يقدر يفهم هذا التعريف فذوي الاحتياجات الخاصة هن فئة من فئات المجتمع هاي الفئة بتختلف اختلاف واضح عن باقي الأفراد العاديين هاي الاختلافات ممكن تكون دائمة ممكن يكون إلى كتير أسباب مثل الاختلافات بالجسد أو الاختلافات العقلية وحتى الاختلافات الحركية طبعا هاي الاختلافات ناتجة عن أمراض إما وراثية أو أمراض عقلية أو أمراض جسدية وهذا الأمر يلي هم بحد من إشباع رغباتهم الأساسية والشخصية والاجتماعية وبالتالي كمان رح يعيق من التلبية متطلباتهم الاجتماعية متطلباتهم الشخصية وكمان ممكن يؤثر على تعليمهم واندماجهم ضمن الفئات التانية ومن هون نستخلص أنه هنه ذوي احتياجات خاصة فهنه بحاجة لرعاية خاصة بحاجة لإهتمام مضاعف كمان بحاجة لتقديم الدعم النفسي المناسب حسب كل نوع وحسب حالة الشخص نفسه طالما ذكرت الأنواع ستة ولا خلينا نغوص شوي بأنواع الإعاقة أو مثل ما ذكرت حضرتك كده والإحتياجات الخاصة نحكي عن الأنواع الموجودة وشو أكتر نوع من يكون متواجدة عند الأشخاص هلا بالنسبة لأنواع فعنا نحن أنواع كتير النطق أو الكلام عندنا الإعاقات الحركية وكمان عندنا صعوبات التعلم وكمان الأنواع عندنا نوع التوحد المنطق أصعب الأنواع خلينا نقول وكمان عندنا متلازمة الداو أو متلازمة الحب طبعا هذه الأنواع له لمشهد لمسميات ثانية وف even ضمن كل نوع التفرعات ثانية يعني مثلا عندنا الترابات الحركية مننا مثلا مرض شلل الدماغي من حالات امر العضلات التدوري وكمان من حالات الانشطار بعامود الفقري وكمان في من حالات تانية الى تشخيصات علاجية تانية فنحنا بناخد بعين الاعتبار حالة الشخص نفسه نوع الاعاقة ومدى شدة هاي الاعاقة وكمان في اشخاص عند الشخص نفسه ممكن يكون اكتر من نوع من الاعاقة كمان هذا الامر لازم ناخده بعين الاعتبار ونعامل كل شخص حسب شدة اعاقته وحسب قابلته للعلاج وحسب قابلته للاندماج ضمن الافراد وضمن المشترون تمام وهون بدي اسألك يعني كيف بتم التعامل اليوم مع الشخص يلي عنده اعاقة اكيد عنده اسلوب تعامل خاص معه لازم نحن نكون من تبهين اكتر وبعيين لهذا الموضوع مثل ما ذكر ما هني نذوي احتياجات خاصة فنحنا بدنا اولا نتقبل الشخص كما هو ما نحسسه انه نحن عمنا شك بقدراتك او نحن عمنا خوف من التعامل معك او انه انه انت بتفرق عن باقي الاشخاص العاديين باقي الافراد العاديين نحنا بدنا نتعامل معه بكل حب بكل احترام نحاول نحتضن هذا الشخص وفي حال كان عنده ميون معينة او موهبة معينة لانه للامانة انا ما قابلت حدا من ذوي الاحتياجات الخاصة ما قل لو كان عنده فائد كبير من الحب والحنان وكمان هنا بيتمتعوا بذكاء عالي فنحنا بدنا نشوف هو وين موهبته وين ميونة الابداعية ونحاول نشتغل على دعم هاي الموهب ان كانت هاي الموهبة دراسة او مهنة او حتى موهبة تانية فهون بيجي الدور على الجميع بداية من الاهل الاصدقاء الاسرة الاقارب الجيران وحتى اذا كان هذا الشخص ضمن مركز خاص او مدرسة خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة بالاضافة للمتابعة مع الاخصائية اللي عمي اشرفها لحالة هذا الشخص وكمان المتابعة الدورية مع الطبيب المشرف على حالة هذا الشخص لنشوف نحنا شو تطوار لأي مرحلة قادر يتجاوب معنا لأي مرحلة عمي قدر يتفاعل معنا لان مثل ما ذكرنا الانواع كثيرة وممكن الشخص الواحد يكون عنده اكتر من نوع عاقة طب وقت المنقول نحنا تمكين هدول الاشخاص بالمجتمع تمكينهم بوظائف بالدوائر الرسمية وايضا تمكينهم ضمن المدارس والمعهد خلينا نحكي اليوم على كلمة تمكين شو معناها اجتماعيا هلا بالنسبة للتمكين الاجتماعي فنحنا بدنا نتعامل مع الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة انه نساعدهم على انه يتفهموا الامور من اول مهارات يلي عندهم اللي حتى هنه يقدروا يندمجوا وينخرطوا ضمن المجتمع او ضمن الفئة الاجتماعية القريبة من عمرا هذا الامر بساعدهم انه يندمجوا بطريقة اسهل وكمان بيمكنهم انه يتعاملوا مع الانشطة ويشاركوا بالمهارات ويشاركوا بالانشطة المختلفة فهون بيجي دور الاهل دور الاخصائي دور المراكز الخاصة انه يتقبلوا هذا الشخص ويشتغلوا على وضعه الحالي على وضعه المرضي على نوع الاعاقة كمان على وضعه النفسي يعني اهم الطرق للتمكين الاجتماعي اللي هي تعزيز الثقة بالنفس فرضا انا اليوم عم اتعامل مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة فبدي حبي بالي بدي ااخد بعين الاعتبار انه هذا الشخص كمان عنده مشاعر كمان عنده احاسيس هو مثله مثلي فانه كل ما عززت ثقته بنفسه كل ما حسسته انه انت انجزت ممكن عن طريق السقفة اذا كان طفل ممكن عن طريق المكافأة هاي احنا عم نحكي اذا كان طفل اما اذا كان شخص عادي فنحنا منعزت ثقته بنفسه ممكن بعض العبارات التحفيزية والايجابية الدعم النفسي كمان عندنا الطرق الثانية اللي هي البيئة المناسبة البيئة الايجابية المناسبة اذا كان هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة عايش ببيئة ايجابية ببيئة متقبلة ببيئة متأقلمة مع وضعه مع مرضه مع نوع اعاقته فهذا الامر رح ينعكس على نفسيته يعني نحنا بطبيعتنا كبشر اذا حد فينا بيكون شوي مرضان شوي تعبان فبتحسي حالك انه حتى عشغلك ادائك مانو مثل العادة حتى ضمن تعاملك مع اسرتك بالعمل بيكون في عندك مانك انت كتير رضياني عن هذا الاداء فما بعد كنحنا عم نتعامل مع ذوي احتياجات خاصة فالبيئة الايجابية المناسبة كتير الى دور اساسي ومهم على المشاعر والحالة النفسية لهذا الشخص كمان عمنا الطريقة الثالثة يلي هي انه نخليه يكتسب خبرات جديدة مهارات جديدة ممكن موهبة ممكن يكون يعني فرضا هذا الشخص من ذوي الاحتياجات الخاصة والمشكلة اذا كانه مظف او اذا كان عنده موهبة الرسم او موهبة الكتابة ممكن يكون اديب وممكن يكون شاعر وممكن يكون بيتمتع بأي موهبة مثلا من الاعمال الحرفية مثل ما ذكرنا هنا بيتمتعوا بذكاء عالي بذكاء خارق فنحاول قد ما فينا نحتضن هذه الذكاء ونوظفه بالامور الايجابية يلي رح تنعكس ايجابا على الشخص نفسه وعلى الاهل وعلى المجتمع ككل صحيح يعني اليوم عم نشوف كتير مشاركات عديدة وانشطة كتير عم يشاركوا فيها ذوي الاحتياجات الخاصة ويمكن خلينا نحكي اليوم هاي المشاركة اديش مهمة اديش ممكن تأثر على حياتهم بشكل ايجابي على سلوكياتهم على تعايشهم بالواقع مع الاشخاص اللي حواليهم وبنفس الوقت على المجتمع ونظرتهم اليهم اكيد هلا هذا الامر كتير ايجابي اولا بينعكس على الشخص نفسه وتانيا بينعكس على الاهل واكيد رح يجتمع رح ينعكس على المجتمع ككل فبالنتيجة نحن عم نحكي عن جزء لا يتجزأ من هذا المجتمع عم نحكي عن فئة من فئات هذا المجتمع كل ما هنه ندمجوا اكتر ضمن هذا المجتمع كل ما قدموا مشاركات ضمن الانشطة ضمن هذا المجتمع هذا الامر رح يكون ايجابي على الجميع يعني مثلا نحن اليوم نحاول قد ما فينا نتفهم النوع الاقل اللي نحن عم نتعامل معه نقدر الظروف اللي ممكن هو عمي مرفية من ظروف نفسية من اضطرابات حسب الحالة المرضية اللي نحن عم نتعامل معه فمتل ما ذكرنا ممكن هنه يكونوا يكونوا موظف وممكن يكون عنده موهبة ممكن يكون عنده حس ابداعي نحاول نمني هاي الموهبة ونأسقل هاي المهارة حسب نيول الشخص نفسه كتير مهم اليوم ولا هو الاعتراف بهذا الطفل اليوم للأسف بعض الاهالي ممكن يخجلوا من المجتمع ويخفوا هذا الطفل ويبعدوا عن الضوء لذلك اليوم الاعتراف بقدرات هذا الطفل ومهاراته يمكن هي الأساس الأولى الدمج الصح بالمجتمع اليوم ذكرت عدة أساليب نحن قادرين نسقل هاي المهارة وننمي الموهبة الابداعي عند الطفل اللي عنده إعاقة أو احتياجات خاصة شو هي المجالات اللي ممكن يبدع فيها وتأكيدا على كلام كتير من الأشخاص شفناه على واقع التواصل الاجتماعي كان عندهم إبداع ما نموجود عند الإنسان السوي نفسيا وجسديا مثل ما ذكرنا بيرجع الدور للأهل بالبداعي رقم واحد لأنه في فرق بين الأهل هنم مستوعبين حالة المرضية لهذا الشخص وبين الأهل هنم رافضين ومقادرين يتقبلوا هذا الشخص فالدور الأول والأساسي للأهل هون بيجي دور الأسرة رقم واحد بعدين دور المراكز الخاصة اللي هذا الشخص مسجل دمن هاي المدرسة الخاصة فالأطفال أو الأشخاص أو الاحتياجات الخاصة هنم قادرين يأبضعوا بكل المجالات طبعا مع مراعاة نوع الإعاقة مراعاة حالة الشخص مراعاة الاضطرابات اللي هم عم يعاني منها ففي هنم بكل المجالات ممكن يكونوا فاعلين بكل الأنشطة ممكن يكونوا مشاركين هاي الإعاقة أو هذا الاضطراب اللي عند هذا الشخص أبدا ما معاني لا على الأسرة ولا على المجتمع نحن بس قبلنا الحالة بس عرفنا نتعامل معه بالطريقة الصح هذا الأمر أولا رح يساعد الشخص نفسه الشخص اللي عنده هاي ذوي الاحتياجات الخاصة رح يساعده على الاندماج أكتر وعلى سرعة التطور إن كان التطور العقلي أو التطور من ناحية المرضية كانت جسدية أو حركية وكمان رح يساعده إنه يندمج أكتر ضمن الأنشطة أو يتعلم بطريقة أسرع يعني الأماني ذكرتيني بشخص من ضمن التجارب ومن ضمن شغلي في شخص هو عنده إعاقة بصرية يعني هو شخص أبدا أبدا ما بيشوف ومعهيك هو بيتمتع بموهبة كتير عالية موهبته هي إنه يجيب الأش ينقع هذا الأش ويعمل منه أشكال ممكن سلي ممكن سندوق يعني الأش هو بيكون كتير آسي يعني نحنا الأشخاص السويين الله وحبوا البصيرة الله حرم البصر لكن وحبوا البصيرة نرجع منذكر إنه هنه بيتمتع بذكاء كتير عالي بيكون عندهم قدرات إبداعية كتير عالية بس نحنا لازم نسلط الضوء ونقسقل هاي المهارة لتظهر بالشكل الصحيح والمناسب وقديش كمان مهم اليوم نساعد هاي الفئة من المجتمع لتطلع من عزلتها وتثبت إمكانياتها بمختلف مجرولات الحياة هلأ خلينا بالبداية متفقين إنه هاد الشخص هو مثل ومثل ما هو ما بيفرق أبدا عن باقي الأشخاص العاديين هنه من فئات المجتمع بالتالي هنه ما عم يتجزقوا عن هذا المجتمع فهون الدور أولا على الأهل ثانيا على البيئة المحيطة وكمان على المدرسة أو المركز الخاص الذي هو هذا الشخص موجود ضمنه وكمان دور الأخصائي الأخصائي يعني يتابع حالة هذا الشخص له دور كتير كبير بس نرجع بالدور الأول والأساسي للأهل فالأهل هنه من المؤثر الأول على الأشخاص إن كان الشخص من ذوي الإحتياجات الخاصة أو شخص عادي وسوي فالأهل هنه إما بيخلوا هذا الشخص يتجه باتجاه العزلة يزيدوا حالته النفسية سوء ويزيدوا الإعاقة اللي عنده يزيدوا التخلف العقلي اللي عنده أو هنه بيشلوه من هاي المحنة من هذا المرض اللي هو فيه وبيطلعوا منه شخص مبدع وشخص ناجح وفاعل ضمن هذا المجتمع طيب بنهاية فقارتنا ستولأ خلينا نروحيك لنصائح لكل حد اليوم عم يشوفنا وبهم اليوم يعرف الطرق الصحيحة للتعامل وطريقة الدمج بالمجتمع هلأ نصيحة للأسف يعني نحن عم نشوف في مجتمعنا حالة التنمر إن كان للأشخاص العازين أو للأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة فأنا بوجه نصيحة لكل الأشخاص اللي عم يشاهدونا أن نحاول نبعد قد ما فينا عن التنمر لأنه للأسف التنمر ظاهرة منتشرة فنحن نبلش من عيلتنا الصغيرة لنبلش لنوصل لعيلتنا الكميرة نحب من ظاهرة التنمر ونحاول نبعد عنه نعلم أبنائنا نعلم تلاميذنا نعلم أطفالنا إنه نبعد عن ظاهرة التنمر وناخد بعين الاعتبار إنه الأشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة هني الأشخاص مثلنا ما بيفرقوا عننا بشي بالعكس ربنا خاصهم بالذكاء الخارق فنحاول قد ما فينا نحتضنهم ونقدمهم كافة أشكال الدعم النفسي وحتى الدعم الملموس يعني إذا أنا قادر ساعد شخص من أشخاص ذوي الإحتياجات الخاصة فرضا هذا الشخص بيمشي على العكازة فنحنا ما نكون عبء أعلي لا ممكن أنسك بإيده ممكن خليه قطع الطريق يعني نحاول أدنى فينا نكون صنع تسير حركتهم ودائما مثل ما قلتي ستولاء التنمر بالمجتمع هو المشكلة الأولى كان بالمدارس اليوم كثير نحن لنا ثقة بالكادر المدرسي لدمج هذول الأطفال خاصة وتمكينهم اجتماعيا ودراسيا وثقافيا وعمليا أكيد من شكر حضورك لليوم ولكل المعلومات التي ذكرتها وأكيد أن لقاءات أخرى بصباحات تانية وشكرا للكم يعطيكم ألف عافية أكيد بالخطام الاختصاصي التربوية ولأ لحرح يسعد صباحك أسعد صباحك وصلاح جميع المتابعين أما هيدين نحن أكيد مكملين بباقي فقراتنا الصباحية وقبل ما نروح لآخر فقرة والفقرة القانونية دعنا نكون ضمن التقرير أقيم في المركز الثقافي العربي في مدينة سلمية معرض بعنوان براع فنية للنحاة العالمي علي فقور ومجموعة من اليافعين حيث ضم عددا من المنحوتات الرخامية ولوحات فنية أكثر دعنا نكون بمعلومات أكثر ضمن التقرير التالي أقيم في المركز الثقافي العربي في مدينة السلمية معرض فني بعنوان براع فنية للنحات العالمية على فخور ومجموعة من اليافعين حيث ضم المعرض عددا من النحط الرخمي ولوحات فنية هو لمجموعة من الطلاب طلابي في جمعية قطرة أمل لرعاية طفولي طبعا هذا المعرض طلاب لأول مرة بقدم لوحات أكريليك على القماش طبعا تم فحص سابقا بقلم الرصاص وتم تحويل من قلم الرصاص إلى الرسم على القماش طبعا إلى مرحلة الفن التشكيلي تسمى مرحلة الفن التشكيلي بعد ذلك أنجزنا هذا المعرض أحببنا أن نمي مواهب الأطفال الفنية من خلال فن الرسم ورعاية مواهبهم في التعبير عما في داخلهم من مشاعر من أحاسيس وأنا شاركت بهذا المعرض بخمس لوحات تتنوع بين فنين فن الطبيعة الصامتة وفن تجريد بهالمعرض هذا شيء كثير حلو وراقي أنه تتبنى هيك مواهب ويطعبوا عليها ويعطوها أهمية كبيرة بحيث يطلع هالإنجاز هذا كأطفال بعمر ريافع يعني يطلع معهم هالإنجاز هذا أحب مادة الرسم كثير وهي أول مشاركة بمعرض وشكر أستاذي كثير لأنا عم يدعمني وشجعني وحتى أرسم لوحات بمعدة الإكرليكت يأتي هذا المعرض لتطوير مواهب الأطفال في الرسم والفن وتنمية قدرات اليافعين على الإبداع من خلال الفن محيد دين فهد للأخبارية السورية محافظة هما كبير معكم مشاهدينا ووصلنا للفقرة القانونية وحالات كثيرة وقصص عم نشوفها أو عم نسمع عنا بتعامل مع السوشيال ميديا بإساءة باستهتار بأذى لبعض الأشخاص حابنا اليوم نضبي على قانون الجرائم الإلكترونية وتعديلاته خصوصا اليوم يا راشا أنه اليوم مو من حق أي شخص أنه يشهر بغيره أو يحكي أي تفاصيل شخصية القانون موجود وعم يعاقب أي شيء ممكن يكون بنظر البعض كثير عادي أكيد هذه دائما نحن منقول القانون وضع لحماية المواطن وأكيد اليوم المواطن مفروض يكون عنده ثقافة الوعي باستخدام هذا القانون اليوم عم نحكي عن نقطة يمكن من سنوات كثير عم نضوي عليها دم صباحاتنا وضمن كثير برامج على مواقع كثير إن كانت واصل اجتماع أو شاشات اليوم خليني نقول الإبتزاز الشخصي الإبتزاز العاملي سرقة البيانات التشهير هذول القصص كلها حمى القانون المواطن منها رح نتعرف أكثر على قانون الجريمي الإلكتروني رح نحكي أكثر عن التعديلات القانونية التي طرأت ووظفتنا اليوم هي المحامية رشا براهيم ساعد صباحك ساعد صباحك أهلا وسهلا بحضرتك ساعد صباحك يا رب ساعد صباحك أستاذة أهلا وسهلا بك خلينا بالبداية نتعرف نحن والمشاهدين شو نقصد بالجريمة المعلوماتية بالقانون السوري الجريمة المعلوماتية هي ممن الجرائم الجديدة صدر قانون رقم 17 لعام 2012 عرف الجريمة المعلوماتية لكن نتيجة تطور التقني الحاصل وصار تطور التقني بشكل كتير كبير وانتشارة بسرعة كتير كبيرة كان لابد من وجود قانون جديد كشف السغرات بالقانون القديم فعمل على إلغاءه وعمل على تطبيق القانون الجديد قانون جديد صلت الضوء على أشكال من الجرمية جديدة عبر الشبك عبر وسائل التواصل الاجتماعي فنحن مع التطور مع أي شيء نحن أي شيء ناخده بالناحية الإيجابية بفيدنا كناحية إيجابية بالحياة العملية وخاصة نحن وسائل التواصل الاجتماعي أكتر شيء يأثر فينا يعني دائما نحن نحس حالنا دائما كل شيء نشوفه عنات ناخد فيه أكتر من الواقع العملية ليش عم نشوفه بنتشر بسرعة قصوة فهون قانون رقم 20 لعام 22 هو القانون الجريمة المعلوماتية الجديد صلت الضوء على أشكال جرمية جديدة كان وضع ضوابط للسلوك الإلكتروني وعرف الجريم المعلوماتي هي الجرائم التي ترتكب بوسيلة إلكترونية تقع على منظومة معلوماتية بالإضافة إلى أي محتوى رقمي عبر الشبك طيب ذكرت حضرتك أن القانون الجديد كشف ثغارات بالقانون الأديم وراح القانون لإلغاءه وأعطاء قوانين أخرى خلينا نحكي عن الفرق بين القانون القديم والجديد أو شو أهم الثغارات التي تم إلغاءه كان لنا ثلاث فوارق مهمة بين القانون القديم وقانون الجديد القانون القديم بالناحية أول شغل التعريب القانون القديم عرف الجريم المعلوماتي هي الجريم التي ترتكب بوسيلة إلكترونية أو منظومة معلوماتية بينما القانون الجديد رقم 20 لعام 22 عرفها بها الجريم التي ترتكب بوسيلة إلكترونية أو وسيلة معلوماتية تقع على منظومة معلوماتية أي جمع بين الوسيلة الإلكترونية ونظام المعلومات ثاني شغل بالنسبة للغرامات الغرامات بالقانون القديم كانت كثير متدنية بينما زادت الغرامات بالقانون الجديد فكانت أكثر وسيلة راضعة حتى نحن نحط حد نحن مع التكنولوجيا بشكل ما تصير ممسيء لأنه ما يتحول الانتقاط إلى سلوك جرم فكانت الغرامات ممكن أن تصل إلى 25-15 مليون ليرة سورية بالثالث شكل هي نسبة الجرائم كان القانون الجديد في 21 مادة جرمية 12 جرم هنا من أشكال الجرمية الجديدة نتيجة هذا التطور الحاصل خلينا نوضح أبرز الجرائم الحديثة بالقانون السوري الجديد طبعاً هي جرائم كثير كبيرة فين ننوها على بعض النقاط كبيرة؟ كبيرة لأننا كل ما ننتشر أكثر نحن ما كثير عنها ثقافة بالنحية تعاول مع السوشال ميديا والمواقع تماماً في عالم تأخذها من ما تأخذ الإيجابية فيها تأخذ السلبيات فنحن لهيك منصير أمام جريم المعلومات تستخدمها لغاية يمكن مادية جسدية أو لأي قراءتان تخلينا نوضح أكثر مثل شو هي الجرائم؟ أول شي جريمة الدخول المشروع تمام؟ تجاوز الحدود المشروع يعني كيف مثلاً موظف تمام؟ موظف بنك أو موظف بالمسرف عندهم حساب هذا المسرف يعني معهم باسورد طبعاً شغله فهو نزام شغله له طبيعة معينة بيدخل على معلومات معينة تمام؟ في حال تجاوز هاي المعلومات وشاف معلومات غير الشيء المخصص لشغله هون بيكون تجاوز الحدود المشروع هون بيكون أمام جريمة معلوماتية تمام؟ أو مثلاً نحن من روح على محل موبايلات بنعطيه جواننا بنعمل صيانة نحن بنعطيه الباسبور طبعاً للجوال فلما صاحب المحل بيجاوز حدوده بجواننا أو بيأخذ ملفات أو بصور بندور رضانة تمام؟ نحن عطينا الباسبور بإرادتنا أو برضانة بس مو أنه يأخذ ملفات أو ينقل صور هون بشكل جرم معلوماتي طبعاً نحن ندخل المشروع في عقوبة غرامة مالية من 300 إلى 400 تشدد إذا كانت الجرم واحدة على جهة عامة أو خاصة أو مشترك ا pudعي حدود المشروع نحن نشوفه هو الهجر نأمل أنه نشوفه حسابي تهجر أو أي شي بيصير إنه موقع الكتروني أو أنشأ صبحة كتير هم نتعرض له بأيامنا العادية كمان كان إلي عقوبة راضعة من الشهر لسهت شهر وغرامة مالية من 300 إلى 400 طبعاً أي شي بتتشدد عقوبته إذا حصل على جهة عامة أو خاصة أو مشتركة هلا الهجر كتير عم نشوفه نأمل أن العمي الكحار متشر يمكن أكتر نقطة هي تماماً وأثر بشكل سلبي خاصة على صفحات البنات والفكرة أنه دائماً بينزل تعميم ومنشورات لأنه تعد عن موضوع الهكر أنه حدى بحاكيك من صفحه أو حدى من صفحة صديقك ودائما تجع تقعب نفس الفخ يعني في ناس كثير بعد انتشار المعلومات لطريقة الهكر يقعوا فيها للأسف فلذلك ضوى القانون الجديد لضبط سلوك إلكتروني وفرض عقوبة رادعة لنلحد من هذا الموضوع الثاني شي جريمة الانتهاك الخصوصية طبعاً احنا أحياناً نكون كنا حضرانين بحفلة منتفاجأ أحد أخذنا صورة ونشر نحن نعلم هلأ لو كانت الصورة صحيحة معاقبة عليها القانون طبعاً من شهر لست شفور وكرامة ممكن من 500 للمليون كمان احنا نحن نشوف خبر مرض فلان لو كان الخبر صحيح هذا في انتهاك للخصوصية طب إحدا مكاتب الاسم الشخص بس حاتت معلومات عنه ممكن كمان طبعاً كيف ممكن يأثبت أنه هذا الشيء ممكن يكون إله أكيد لكي كل فعل لما شخص أنا بدي شوفه منزل بوست أكيد بيكون في إله إشارة أو ينجب معاين تكون عاملك إشارة أكيد لهم قانون ما حيعتمد على التلميح بالنهاية هناك خبراء فنيين مختصين لكيشف لوصول دليل قانوني حتى نحن بالإداني أكيد أي شخص مرح ندينه من باب أنه مجرد تلميح أو شيء لا بيكون بشكل صريح وواضح بشكل طفيق حقيقة انتهاك الخصوصية عندنا نحن الزمن الإلكتروني نحن كمان كثير عم نتعرض لكثير في عالم بتنشر ستوريات بتنشر عم يأخذ منحين منح عالني وواحد غير علني العلني بيكون على العامة بتشوف ستوريات فيها الفاظ غير أخلاقية تماماً تماماً يمكن على الفيسبوك على الواتس أب ستوريات أو منشور يعني كثير عم نشوفه نحن بيصير موقف معين بينشروا بوست بتصير التعليقات سلبية تماماً كمان العلني كان العقوبة والغير العلني عن طريق الرسائل بين بعض كمان هيتعود جرم كمان تجاوز حدود المعقول مو أي تصرف يعود جرم إذا تجاوز الحدود بالكلمات يعني هؤلوا أي شيء حي يعد جرم الكتروني كانت عقوبة الزمن الإلكتروني العلني كانت أشد عقوبة لأنه فيه ضرر للجانب نسبة أكبر من غير العلني تماماً كمان عندنا نحن جريمة المساس بالحياء والشرف كثير هاي عم نشوفها نحن في كثير بنات أو صبايا بيكونوا بعلاقات عاطفية مثلاً بتأمل الشخص اللي عم تحكي معه فتروح بتبعث له صور حتى لو كانت برضاها فالقانون كمان شدد وكان مع البنت بهذا الموضوع لأنه أحياناً بيكون عن طريق الانتقام فبيصير ببتنزبية ببلا ما هذه البلوات جسدية بيكون أحياناً ملاحظ أنه قص جسد وحد صورة بير مطابقة للأخيار خاصة هلأ يعني عن ذكاء الاصطناعي صوت السكتير سهل يمكنه معنوا بحاجة غير وجه يعني لازم يكون عما قانون يردع هذا الشيء لازم أي صبية ما تخاف لما بتتعرض لأي موقف من هذا الموقف لأن دائماً جريمة المعلومات تكون بسرية في حال نحنا اشتغلنا لموضوع رفعنا دعوة جريمة المعلومات طبعاً نحنا هون لو كانت برضاها شدد القانون كان في عنا قرامة مالية بتتراوح من المليون لاثنين مليون بجريمة المساس بالحياء والشرف كمان يعني شو ما كانت صور فيديو تشجيلات صوتية أحياناً بتدفع بنات للانتحار من وراء هذا الموضوع صحيح حتى اليوم ما يمكن لقطات الشاشة إنك تعملي لقطات الشاشة كمان ضمن القانون الجديد خلينا هيك نستغل الوقت معيك وقت أي حدا فينا بتعرض لأي نوع من الجرائم الإلكترونية شو هي الثقافة الشكوى لأي جهة نحنا ممكن نروح ونقدم هي الشكوى وشو هي الإجراءات القانونية هل بحاجة لمحامية هل بحاجة لوقت كتير طويل وخاصة بعض الحسابات تكونوا همية ومن خارج البلد طبعاً هلأ أول شي بنا نحنا نتعامل بترون وبناكون بوعي أكبر ما نخاف دائماً نحنا نخوف عنا كتير ما بخلينا نعرف نتصرف أكيد نحنا بحاجة مشهورة محام المحام هو بوجهنا كيف نتصرف لأنه هو أعرف وقائع الدعوة اللي بدها تصير أول شي تقوم عن طريق استدعاء إلى المحام العام طبعاً إذا كان الشخص مدني بمحام العام بيوجهها لفرع الأمن الجنائي صار عنا قسم بالأمن الجنائي بيتواجد فيه خبراء فنيين مختصين طبعاً مختصين تجهيز هذا القسم من الوصول إلى الشخص المرتكب هذا الجرم تمام؟ فالأمن الجنائي بيقوم بالأبحاث بالأدلة ويبعث على القضاء في قضاء جزائي مختص بالجرائم المعلوماتي تمام؟ حتى لو كان خارج البلد تجرى ويحقه الإجراءات القانونية وكأنه داخل البلد فنحنا بيتعمل بحقه إذا عاد بحث لو دخل على الأراضي السورية هو فيتحاكم بالشي اللي يعمله طيب خلينا نرجع نحكي عن الجرائم الإلكترونية اللي ممكن نشوفها خلينا نقول ممكن بأوقات الأزمات بالحروب والكوارث بتلاقي كثير صفحات وكثير أشخاص بينشروا معلومات وكأن تكون كاذبة ممكن تكون فيها تضليل معين أو ممكن تكون بتحكي شي معين بينشر الخوف والرعب عند الناس خصوصاً أنه إحنا أول شي أول مصدر نحن نتابع منه إياه خبر منفتح فوراً السوشيال ميديا طيب القانون نعاقب على هذا الموضوع يعتبر جريمة الكترونية؟ أكيد نحن ننوح شغل الجريمة المعلوماتي يمكن تقع على أشخاص طبيعيين يمكن أن تقع على الدولة والنيل من هيبة ومكانها يمكن أن تقع على الرموز والمقدسات الدينية جريمة النيل من هيبة الدولة يمكن النيل من هيبة الدولة عاقب عليها القانون من 3 سنين إلى 5 سنين وشدد الغرامة من 5 مليون إلى 10 مليون إذا أنشأ أي موقع الكتروني أو صفحة أو أي رابط بخص النيل من هيبة الدولة أو المساس بوحدة الوطنية فكانت طبعاً جرم معلوماتي لأن هذا الشيء أكتر شيء العالم تتأثر فيه الحرب مو بس الحرب على أرض الواقع أيضاً حرب كان نحن أحياناً نشوف صفحات كتير بتنشر أخبار جداً تحس العالم تأخذ فيها أكتر على الفكرة من الواقع 2 جرم من هيبة المالية للدولة كمان عاقب عليها القانون بالجريمة المعلوماتية وكمان كانت عقوبتها من 4 سنين من 15 سنة وكمان غرامة مالية من 5 سنين من 5 مليون إلى 10 مليون كل ما ننشأ موقع الكتروني أو صفحة الكترونية أو صفحة هيك على الفيسبوك بتأدي إلى عدم استقرار بسهر الصرف أو المساس بأوراق النقد الوطنية طيب أستاذي رشرب بعد هدول القوانين وتحديث القانون عن القانون وحسب عملك ضمن المحاكم هل يوم شفتي في فرق بي أو نزلت نسبة الشكاوي جرام الكترونية أو لا؟ طبعا أكيد كان القانون كان فعال وضع ضوابط دائما نحن عنا القانون لا سلطة على سلطة القانون وسلطة التنفيذية استخدمت بشكل كبير وواضح وكان لهم جهود كثير كبيرة لحد من هذا الانتشار وبعدين عالم أهلا صار في عنا ثقافة إن في عنا قانون أي شخص يرتكب جرام في وسيلة إرادة حتى ما يرجع غيره غيراته همم بهذه الجرائم تمام أستاذي رشرب خلينا نكون واقعيين إن اليوم ما يمكن كثير من الصبايا تقول لك إذا تعرضت لابتزازة من أي شخص إن كان تقول لك أنا بخاف أشتكي ممكن خوف من المجتمع أو خوف من الفضيحة أو من شخص الآخر طب كيف يتعامل القانون مع هذا الموضوع؟ هلأ تخبرتك نحنا عنا دائما نحنا عم أحكي عن شيء عملي نحنا عم نشوفه نحنا القضاء نزيح فعلا عم يتعامل به مع الموضوع بشكل كثير يراعي فيه يراعي فيه عن جد الموضوع عم تكون الجلسات سرية ويمكن توكل محام يعني يمكن ما تحط عنوانه إذا هي خايفة من موضوع الأهل نحنا بالنهاية مجتمع شرقي نحنا كثير يتقبل أي شيء بيصير فلا فيه أنا ما لازم تخاف لازم يكون فيه توعية لازم تأخذ حقه لازم يكون فيه عندنا توعية أكبر أنه تتوجه وتشتكي وما تخاف فيه المحام يحط عنوانه عنوان مكتب وتوصله أي تبليغ يوصل لإله والقضاء يتعامل معه بسرية يعني ما حدا فيه عم يطلع حتى الجلسات عم تكون سرية بس الشخص يعني الفتحة فقط هي والشخص المتعار يسبب لها الابتزاز معلومات كثير مهمة اليوم خضرتك ذكرتين إن شاء الله هيك تكون بالفائدة لك الحضرة فأنا بصباحنا لليوم والله يبعد عننا هيك جرائر شكرا للك أستاذ رشا وليا حضورك شكرا لإستضافتكم كريم أهلا وسهلا لحضرتك يعطيك يا ألف عافية شكرا إليك شكرا كتير أهلا وسهلا أما هلا نحن هايدي وصلنا لنهاية صباحنا لليوم إن شاء الله يا رب كنا ضيوفي خفاف على بيوتكم وعلى ألوبكم وديرنا من خلال فقراتنا لليوم نقدم للكم المعلومات اللي بتهمكن بحياتكم اليومية بقيت نهاري حلو للكم نحمل للكم الخير الصحة والجبران الخاطر كونوا بألف خير باي باي شكرا إليك رشا أكيد شكرا لكل المتابعين وجميع القائمين على صباحنا غير لا تنسوا تابعونا بكريا بنفس التوقيت وانهلا لبكريا وظلوا بخير